بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب فأنزله في أعذب لفظ وعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الفصحاء وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد النبيك المحبوب الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكروب وتقضى به الحوائج وينال به المرغوب وعلى آله وأصحابه صلاة وسلام دائمين متلازمين ما مالت الشمس بين شروق وغروب واشمعنا بهم يا ربنا في سدر مخضود وطلح منظود وظل ممدود وماء مسكوب أما بعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم في هذه الحرقة الجديدة من برنامج أطيب الكلام وكلامنا اليوم بإذن الله تعالى عن أطيب الكلام عن القرآن عن كتاب الله عز وجل تعرفوا يا أحبابنا أن رمضان هو شهر نزول القرآن يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يقول الله عز وجل كذلك في آية أخرى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم يقول الله عز وجل في آية أخرى إنا أنزلناه في ليلة القدر شمعلت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن عليش القرآن الكل نزل في شهر رمضان لا إنما مراد بذلك أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان إنا أنزلناه في ليلة مباركة وإنا أنزلناه في ليلة القدر قال سيدنا عبد الله بن عباس بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن قال أنزل القرآن دفعة واحدة من اللوح المحفوظة إلى بيت العزة يعني في تلك الليلة في تلك السنة التي العام اللي بدأ فيه نزول القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن كان مكتوب في اللوح المحفوظ لما اكتمل لنبي صلى الله عليه وسلم أربعون سنة في ليلة القدر من رمضان الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا جبريل فنزل بالقرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى مكان في السماء الأولى يقال له بيت العزة ثم في الليلة المبادة ابتدأ نزول جبريل بالوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان أول ما نزل من الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم على القول الراجح الآيات الخمسة الأولى من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق مش سورة العلق كاملة الخمسة آيات الأولى ثم استمر نزول القرآن منجما منجما هذه بلغة العلماء بلغة أهل العلم منجما يعني مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة 13 سنة هو في مكة و10 سنين هو في المدينة وكان آخر ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم بعد نزول هذه الآية اكتمل نزول القرآن وبعدها بأيام توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القائل علاش ما الحكمة من نزول القرآن مفرقا علاش ما نزلش القرآن دفعة واحدة كسائر الكتب لأن الكتب السماوية الأخرى توراة والإنجيل والزبور صحف موسى صحف إبراهيم صحف شيث صحف إدريس يكاد العلماء الإسلام يكادون يكونوا إجماعا أنها نزلت دفعة واحدة إلا القرآن نزل مفرقا فما الحكمة من نزول القرآن مفرقا الله سبحانه وتعالى تولى الجواب عن ذلك في القرآن في قول الله عز وجل وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة يعني دفعة واحدة لماذا لم ينزل القرآن على محمد دفعة واحدة كما نزلت الكتب السماوية السابقة دفعة واحدة قال الله عز وجل كذلك أي أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك أي لنثبت به قلبك لأن تكرر نزول الوحي أدعى إلى ثبوته وفيه مزيد اهتمام بمنزل عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم اللي لازم تعرفوه يا أحبابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر سرورا شديدا بنزول الوحي عليه يعني كان كان نزول الوحي يسبب للنبي صلى الله عليه وسلم سرورا لا يوصف وفرحة لا توصف ويجدد فيه غين النفس شوفوا في حساس أخرى حكين على الجود في رمضان وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكونوا في رمضان حين يلقاه جبري فيدارسه القرآن فهذا مدارسة القرآن ونزوله حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبب له من السرور الشعر الكثير وكان يجدد فيه غنى النفس وما يدفعه إلى مزيد من الجود في رمضان وهو الذي كان أجود الناس في رمضان وفي غير رمضان إذن هذا لنثبت به فؤادك لأنه هذا معنته لنثبت به قلبك لأنه نزول القرآن مفرقا أدعى إلى ثبوته وفيه مزيد اهتمام بالمنزل عليه كذلك قيل ثم أشكو قال لنثبت به فؤادك لتحفظه ليسهل عليك حفظه فكان القرآن أكثر الكتب السماوية حفظا في الأمام السابقة لم يكن يستمى برشة يحفظ الكتب في أمة سيدنا موسى التي هي أكبر أمام الأنبياء بعد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يحفظ فيهم التوراة إلا سيدنا عزير كذلك ثم حكمة أخرى يا أحبابنا أن نزول القرآن مفرقا هو أدعى إلى قبوله لأنه لو أنزل دفعة واحدة لثقل على كثير من الناس قبول ما فيه من أوامر ومن نواهن ومن أحكام فلذلك كما صار لشكو كما صار القوم البني إسرائيل لما جاء سيدنا موسى ونشر لهم الواحة التوراة قالوا له لا نقبلها لأنه فيها أحكام صعيبة قالوا لا أحكام صعيبة ما نقبلهاش فالله سبحانه وتعالى أمر الملائكة فرفعوا جبل الطور فوق رؤوسهم كنا قرأوا في سورة البقرة أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة يعني الله أمر الملائكة فرفعوا جبل الطور فوق رؤوسهم فسجدوا وقالوا قبلنا فنزول القرآن هكذا مفرقا كان يسهل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقبلوا ما فيه من أحكام به ثم سؤال آخر ترتيب ما قلنا أحنا القرآن نزل منجما مفرقا على أي ترتيب نزل القرآن القرآن ما نزلش على الترتيب الذي في المصحف فأحنا ما قلنا أول ما نزل من القرآن لآية الخمسة الأولى من سورة العلق وآخر ما نزل قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون كان في بعض الأحيان تنزل سورة في بعض الأحيان تنزل آية والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمها لأصحابه يعني شوفوا كان كل من تنزل آية من الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم النبي يحفظها حفظا دقيقا الله سبحانه وتعالى يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه شمعت إن علينا جمعه يعني جمعه في صدرك وقرآنه أي نعلمك أن تقرأه على مراد الله عز وجل فكان كل آية تنزل من القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظها حفظا دقيقا ويعلمها لأصحابه لأنه كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكون كان عندهم ملكة قوية في الحفظ وكان عندهم عهمة عالية في حفظ القرآن وفي طلب العلم وفي السماع من النبي صلى الله عليه وسلم هذوما بعد كونة نخبة من الصحابة لهما حفظوا القرآن في صدورهما هذوما تسمعوا القرآن عددهم بالمئات هذوما تسمعوا القرآن القرآن من الصحابة يعني هما الذين حفظوا القرآن حفظا دقيقا كاملا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذن النبي حفظ القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدر أصحابه من القراء كذلك كان ثم كتبت الوحي كان ثم من الصحابة من يحسنون الكتابة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم ويمل عليهم ويأمرهم أن يكتبوا فكتب القرآن بحذرة النبي صلى الله عليه وسلم مشكل في موضع واحد كتب في الرقاع وفي اللخاف مع تهي حجارة رقيقة وفي الأقتاب هي خشبة توضع على ظهر البعير وعلى عظام الإبل وغير ذلك مش الكل تكتب في الجلد وعلى عصب النخل كان عندهم همة عالية في طلب العلم رغم فقري مش قرآن كل ما تكتب في الرقاع لأنه مش الصحابة الكل كانوا ميسوري الحرب بحيث ينشموا يشريوا ذلك الرقاع من الجلد فقطب القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يشمع في موضع واحد لم يشمع القرآن في موضع واحد في مصحف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنما أول من شمع القرآن في مصحف واحد هو سيدنا عمر لأنه بعد حروبه على المرتدين خاصة في موقعة اليمامة في موقعة اليمامة مات كثير من القرآن فسيدنا عمر تفجع قال كيفية شمعت برشة قاعدين يموتوا من القرآن فأشار على سيدنا أبي بكر أن يشمع القرآن في موضع واحد فأشار على سيدنا شيد زيد بن ثابت اللي هو كان من أعلم الصحابة وكان من القرآن وكان من كتابة الوحي فكلفاه بأن يجمع القرآن من صدور الرجال ومما كتبه الرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فجمع في موضع واحد وقتها تسمى المصحف المصحف هو كتاب الذي جمع فيه القرآن لذلك نقوله أحنا مصاحف من قولوش قرائين قولو له مصحف وجمع متاعه مصحف المصحف هو الكتاب الذي تجمع فيه القرآن من قولوش قرائين القرآن واحد أما المصحف نجمه قولوه ثم برشة مصحف فهكذا كان جمع القرآن ولكن إن شاء الله في حسة أخرى بإذن الله إذا تيسر الأمر نحكيه بمزيد من التفصيل عن جمع القرآن عن جمع القرآن في زمن أبي بكر وفي زمن عثمان وهكذا نصل أيها الأحبة إلى ختام هذه الحلقة وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة